وممكن تحسن من مظهرها قليلا عن طريق الكالر والكلام ولكنكم تعرفونه كامده هذا أول شيء وهي مكونات الحاسم الآن بعد ذلك أدخل على الستيب 2 الستيب 2 أشرح فيها أدخل على المادة العلمية وأبدأ أشرح في الستيب 2 أفترض أن أفتح موضوعك أدخل مكونات الحاسب الآن وأبدأ أقوم بالترتيب أول شيء هو مكونات الحاسب الآن دعنا نمشي بالترتيب لكي يبقى شغلنا صح أقوم بالأول و أقوم بالترتيب مكونات الحاسب أعمل نسخ والنسخ أنا كنت جاهز بجاهز مادة علمية بس يلا الجهاز بتاعي طفا والحمد لله أنا عندي جهاز تاني في بيت أهوت أعمل نسخ كده نسخ للنسخ و أحط هنا في المعلشي في اللي هنا و أقول له كده لاصق عشان ما ضيعش وقت كروت أدي مكونات الحاسب الآلي ما هي مكونات الحاسب الآلي وأبدأ أحط التعريف اللي هو حطه طبعاً دي بيبقى عندك زي ما إحنا اتفقنا عندك جاهز في في الفايل يعني تبقى تقسمه أهو كده أنسخه وأبدأ أحطه هنا بالمنظر ده أنا عاوز بس أمسي أمشي زي ما هو عاوز كده و ممكن تشيل الجزء هذا كده عادي وأقول له أكبر عادي وأبدأ زي ما أنت شايف كده ممكن تروح ل Format Text وأكبر النص بتاعي ولو يكون بالطرقة ديت أخليه مثلاً كده أو أخليه نحية اليمين كده والمهمة تستعمل زي ما أنت عاوز طيب أجب على الستيب الثاني الستيب الثاني وأبدأ أحطه على طول أبدأ أصراح يدي شوية وأجب مثلاً الأجزاء البرمجية وهو وأروح أحطها هنا أحطها ما عليش هنا وأحطها في الستيب الثاني وهنا زي ما أنت شايف كده أدى الأجزاء البرمجية وأبدأ أحط المادة العلمية بتاعتها أنا بس بحاول أقرب لك الفكرة أن أنت بتحط المادة العلمية بتاعتك إزاي نسخ ولاصخ نسخ ولاصخ بس لو عندك ورد طبعاً هيبقى أسرع أنا بقى بيجي معي رابط وحاجات كده فتتعبني فالمهم بس أن الفكرة كلها أن أنا بحاول أقربك الفكرة كده أهو واجعل الستيب ثلاثة وحط معلومات أيضاً أنا مش عاوز بقى أضيع بقى وقتكم أحط معلومات أيضاً هل استاسب ثلاث خطوات؟ بس لا يا دكتور سامي هنا عندك أنت وانت شغال في الستيب في خلص ما استيب تقدر تضيف استيب أربعة أو استيب خمسة يعني تضيف في الشريعة دي اهو نيو استيب نيو استيب ديت ممكن أحط فيها معلومات اهو حط فيها معلومات ولو يكن مثلاً أي معلومات كده ومش بس كده أهو أحط فيها معلومات مش عاوزة أطول في الكلام ده أو ممكن تحطها عشان من إيه يبقى الشكل الكويس أحط في الستيب ثلاثة أحط معلومات وأحط مثلاً أجزاء وأبدأ أحط معلومات استيب أربعة أحط فيها معلومات استيب خمسة أحط معلومات تقدر تضيف استيب كما تعود هنا في الفورمات تقدر تنسق زي ما تعاوز هنا في الإنسيرت آه ده حاجة مهمة أوه في الإنسيرت يعني أنت في الاستيباد دي ممكن أعلق بصوت عادي خالص أسجل صوت أهو هنا ممكن أقول لك كده أم داخل كده ومعلق عليها هنا أقول له ما هي مكونات الحاسب؟ يعني يقسم الحاسوب إلى جزئين رئيسيين هما الجزء البرمجي والجزء المادي واقف كده السجلت بسرعة خلاص شفت السهولة؟ جميل جداً أدخل على الجزء الثاني ودخل على الإنسيرت ودخل على الإديو على طول أسجل عادي خالص أبدأ أسجل الأجزاء البرمجية هي الأجزاء التي يمكن لمسها في جهاز الحاسوب كفاية أول وهو مرايح أقول له خلاص كده سجل تمام؟ مش بس كده هنا أنا ممكن أنا سجلت إيه؟ أنا حطيت إيه؟ أنا حطيت تسجيلات لا هنا ممكن تحط فيديو عادي تقدر تحط صورة وحط تقدر تحط صورة يعني أنا ممكن أحط يعني هنا في مكونات الحاسب بعد الكلام ده ممكن أضيف صورة بعد الكلام ده لو وات لو وات في تحت أقدر أضيف صورة أقدر أضيف صورة عادي خالص ما فيش أي مشكلة يحسن مظهر الشريحة أهو تمام؟ ويبدأ يضيف صورة عادي طيب تعال نشوف الكلام بتاعنا كده من خلال بريفيو عندك بريفيو وأقول له أنا عاوز أشوف معينة للكلام اللي أنا عملته للكلام اللي أنا عملته بريفيو 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 بيعملك المعاينة وهي كان والشريحة اللي عليها صوت موجود في صوت الشريحة اللي عليها صوت لاحظتوا حاجة الله تظهر كده تظهر كده حسوب إلى جزئين رئيسيين هما الجزء البرمجي والجزء المادي هنا يضغط كده الطالب يضغط كده يدخل على الأجزاء البرمجية هي الأجزاء التي لا يمكن لمسها في جهاز الحسوب الطالب يضغط كده ويبدأ يشوف كده وعنده السابق على طول وتعمله الشاشة وتعمله المخطط دي من اين؟ المخطط ده أصلا وهو بيختاره هذا لو أنت هتعرض على الكمبيوتر لو الطالب هيعرض على أيباد يختار دي لو هو الطالب هيعرض على الموبايل يختار دي تمام؟ لو يعرض على الموبايل من نوع ثاني بطريقة العرض يختار دي يعني متناسب مع جميع الأجهزة سواء كمبيوتر شاشة كمبيوتر تقدر تعمل زي ما انت عارض تمام؟ اهو تمام؟ بعدين أقول له ادت طيب عادي خلص هو الثاني خلاص وأقول له بعد ما أنا خلصت كلا أقول له سيف اهو خلاص أنا كده حفظت وخلصت الجزئية ده ممكن تصمم الدرس بتاعك بطريقة الايه؟ بطريقة الاستباد دي بطريقة الاستباد دي وقول له سيف يعني احفظ وارجع تاني للمكرر بتاعي كم ده كلك فين؟ حطوا في شريحة واحدة اهو عن طريق بيعرض لك بالمنظر ده كده واحد يقول لي هناك حاجات تانية ده هناك حاجات جميلة جدا تعال كده نشوف الانتر اكشن هتلتاق حاجات جميلة جدا كل ما هتدخل في البرنامج هتلتاق حاجات في ملتهى الروعة تعال كده نشوف انتر اكشن تاني هناك انتر اكشن هيعجبك اوش بس لسه شوية كده هتشرحولك بس اخد كمان مثال على موقت ايه ممكن ده طريقة ايه ان الاركام بتيجي هنا والمحتوى بيجي هنا طب ما ديجي نيجي نشوف موضوع الدايرة ديجي شكله ايه اه داي برده جميلة اوش بس في بقى هوريك اجمل للوقت كمان تعال كده اه ممكن اعرض المادة العلمية بالطريقة دي تعال كده نشوف كده اعرضها ازاي اه عندك هنا الاستيب الأولانية دي اجل اضع عنوان مثلا كمثال المكونات المادية اضعه على الوقت المكونات المادية естно احبت عنوان اخرىrates وات باقا المعلومات الكاملة والصور كيف قد ت вход store مثل اوش كيف ت قص و لازق مش عاوز اطول عليك في حتة دي هاجف الستبتو كده وحط معلومات تانية ولو يكن مثلا المكونات البرمجي اهو وحط معلومات زي ما انت عاوز قص ويلزق وحط صور وحط كل حاجة من هنا زي ما احنا تعلمنا بقى تحط صوت وتحط فيديو وتحط صور كل حاجة تمام بس انا بوريك ان هنا بساعدك اه هنا ممكن تحط مثلا فيروسات الحاسب اخير بقى الوقتي حط المعلومات اللي انت عاوزها عن فيروسات الحاسب انا ممكن اقعد ادخول لك واجب لك المعلومات بس هضيع وقتك الفكرة كلها طيب واحد يقول لي دي ايه كم خطوة دكتور سامي تلاتة استب ما انت ممكن عادي خلاص انا علمتك قبل كده ان انت ممكن تزود الاستب انت عندك في سايكل اوات وتقول له ادي استب زود استب بقى اربع والاربع ريات ممكن تقول له المثلا مثلا اخلاقيات الحاسب اهو وتضع المعلومات الكاملة طيب اعمل بقى بريفيو